إذن المشاهدين قنوات رسمية وأخرى غير رسمية يعتمد عليها حزب الله كمصادر للتمويل لكن المؤكد بحسب دراسة لمعهد الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكي بأن الميليشيا تعتمد على الأنشطة الإجرامية لتأمين جزء كبير من تمويلها شبكة معقدة من تبييض الأموال تمتد من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا في الولايات المتحدة وحين تأتي مرحلة عودة تلك الأموال إلى الميليشيا هنا يتم الاعتماد على النظام المالي الرسمي والدولي أول المحطات التي تمر عبرها الأموال هي المغسلة كما يسميها التقرير حيث تعتمد الميليشيا على شبكة عالمية من الممولين لغسل أموال أنشطته الإجرامية من المخدرات والسلاح والإتجار بالبشر ثم يأتي دور مكاتب الصرافة حيث تشير تصنيفات وزارة الخزانة الأمريكية إلى تبادل العملات التي يتم بتلك المكاتب كشركة شمس للصيرفة المتهمة بنقل أموال نيابة عن ميليشيا حزب الله تبيض الأموال بالتجارة وسيلة أخرى تعتمد عليها الميليشيا فبمجرد ضخ الأموال في النظام المالي الرسمي يعيد حزب الله القيمة إلى الشبكات الإجرامية التي يتعاون معها عن طريق شراء البضائع وهنا يتم التلاعب بوزن وقيمة البضائع وإنشاء أوراق مزيفة للمعاملات غير موجودة لتبرير تحويل الأموال البنوك اللبنانية محطة رئيسية أيضا ويتحدث تقرير عن علاقة قوية بعدد من البنوك وهي سبب رئيسي بحسب تقرير عن الانهيار المالي في لبنان جراء هذا التعاون المشبوه أبرزهم بنك عودة وبلوم والبنك اللبناني الفرنسي وغيرها من البنوك إضافة لقنوات التمويل هناك أيضا منافذ للتهريب غير رسمية يعتمد عليها حزب الله عبر الحدود ومنها الرسمي عبر ثلاثة منافذ رئيسية أولها مطار رفيق الحريري في بيروت حيث تحتفظ الميليشيا بحسب تقرير بمسؤولين موالين لها في أمن المطار ويتم إدخال السلع الفاخرة وساعات وسيارات المشترى من عائدات تجارة المخدرات لحزب الله عبر المطار المنفذ الثاني هو ميناء بيروت وهناك تتم عمليات غير مشروعة وأيضا هناك تستر على التهريب يتم في الميناء أما ثالث المنافذ فهو ميناء لذيقية في سوريا حيث أورد التقرير شهادات وكلاء مشتريات الميليشيا مثل داني طراف وحسن حدروج التي أكدت أن حزب الله يسيطر تماما على الميناء فبإمكانه إغلاق جميع الكاميرات كما أنه لا يحتاج في معاملاته لأي أوراق للشحن ترجمة نانسي قنقل